ما ان تدخل المناطق باعا في ايمن الموصل تلاحظ الدمار الهائل الذي حل في مباني هذه المدينة القديمة وكلما تتقدم صوب قلبها تتزايد كميات الدمار في المباني المتداخلة حيث لم تسلم مستشفى او منزل او سوق او حتى جسر او مجسر وبعد نحو سنة من اتهاء المعارك لا يزال البعض من ذوي المفقودين يبحثون بين الدور والمعارك والمباني المهدمة لعلهم يعثرون على جثامين اقاربهم الحكومة دورها شبه منعدم في الموصل القديمة بحسب السكان فيما يفتقر الدفاع المدني للادوات والاليات المناسبة لاستخراج الجثف حيث انهارت اغلب المباني بشكل كامل فوق ساكنيها واصبح من الصعب جدا رفع انقاض الاف المنازل المهدمة واستخراج الضحايا برنامج مع الناس توصل مع سكان الاحياء المدمرة ونقل آراءهم اشتركوا في القناة احنا حاليا منطقة رأس الكور منطقة الكوازين هذه المنطقة مرت بظرف صعب معركة شرسة امتدت لاشهر ومما ادى لتدمير المنطقة بتدمير يعني انتوا تلاحظوا منطقة تدمير كامل شبه كامل يعني اتحدث السيد المدير البلدية اللي هو الاختصاصي بهالموضوح هذا وتحدثوا اقال انه هاي المنطقة 98% تدمير شامل زيان هذا التدمير الشامل ما يراد له علاج ما يراد له ترمية يعني احنا نطالب الحكومة المركزية ونطالب الحكومة المحلية وعلى رأس السيد العبادي والسيد المحافظ نوف العقوب انه يساعدونا احنا ريد نرجع على بيوتنا اخي احنا ملينا من لجارات ملينا احنا حاليا نسعى منطقة الايسر ليش احنا ما نرجع على بيوتنا عاونونا انتو احنا نريد معاونتكم فقط ما نريد بس الماء والكهرباء ورفع الانقاذ ورفع السيارات والمخلفات احنا يعني مناطقنا مناطق شعبية عشنا بيها هذه المناطقة يعني ولدت ولدت يعني خيرة ضباط العراق وخيرة علماء العراق وخيرة كل المهندسين بالعراق اللي ولدوا وخرجوا من هالمناطق هذه احنا نريد مساعدتكم انقذونا الخاطر الله هذه مناطق يعني تشكو من مرض مريضة للمريضة هالمنطقة مريضة ساعدونا حتى انتم تحيون الحياة بيها حتى انتم ترجعون الحياة بيها رجعونا الماء والكهرباء واحنا الباقي عاونكم احنا نساعدكم احنا نساعد الحكومة خلو تجي الحكومة بس انه تعاوننا بشكل جزء احنا معاهم يعني احنا نرفع لانقاذ من بيوتنا عاونونا الخاطر الله واخنا نشكركم عزيلا شكرا هل بها المنطقة هذا كما يعني مستوصفات مدارس متوفرة والله أخي العزيز إحنا هالمنطقة اللي إحنا بيها هالس حاليا عندنا ثلاث مدارس الثلاث مدارس هالس حاليا مدمرة بالكامل يعني وزير التربية محمد أقبال ما يقدر يدجزه فرق يعني يجري الكشف على المدارس اللي هو من اختصاصه يعني ما يقدر أبو الصحة يجي ينطي هذا كوهينا كان عندنا فرق شعبية والعيادات والمستوصفات يعني هذه ما يرادها فد مبلغ كبير أو جهد جبار يراد لها بس مجرد أنه يجرون إجراء ميداني عليها ويرجعون لها المنطقة هذه إحنا نريد نرجع إلا أكون مستوصف وإذا أكون مدرسة إحنا نرجع إحنا طوعيا نرجع يعني إحنا نريد نرجع على بيوتنا إحنا نحيي المنطقة ولا إحنا إلا بقى الحكومة نائمة إحنا ما رح نقدر نسوي الإشي أنه أنه هذه المنطقة يراد لجهد جبار كان المفروض أسا يتكاتف عليه كافة محافظات العراق يعني إحنا هسا نطالب السيد العبادي أنه بحملة كبرى لإنقاذ هذه المدينة هذه المدينة اللي واجهة الموصلة خلي نقولها واجهة العراق خلي نقولها يعني إحنا الناس هنا تجي تصطاف من مناطق المحافظات الجنوبية والوسط أنه يجي نصطافون عندنا هنا بالقيعات وعلى المناطق القديمة وعلى الباشطابية وعلى قراء الصراي هذه المناطق حلوة ليش تعوفوها الشكل يعني إحنا نطالب أنه إعادة الحياة إلها إعادة الحياة من ناحية التربوية ومن ناحية الصحية ومن ناحية الكهرباء والماء وأحنا نرجع لبيوتنا نريد نرجع إحنا يعني هسا عاني هناك معانات إحنا نريد أن نساعدونا حتى إحنا نساعدكم إحنا نريد أنه بس أنه جهد يجي يعني قبل فترة أنه كان السيد المحافظة مشكور يعني هو كان عنده حمله وإحنا جينا والله وقفنا وياهم ونساعدهم ونلب نداءاتهم لكن إحنا هسا حاليا نطلب من الحكومة لأنه حكومة موقفة أحس أنه خجول وموقفة ضعيف تجاهنا بالنسبة للحكومة المركزية لا الحكومة المحلية لا تأدي واجبة لكن هذه المنطقة تدميرها تدمير 98% يعني ما يتقدر الحكومة المحلية أنه تقوم بهذا الواجب واجبة يرادل أنه الحكومة المركزية تتعاون على هذا الموضوع هذا وإحنا نشكركم أنتوا خدمتونا خدمة وإحنا إن شاء الله بارك الله بيكم وجهودكم جبارة ومشكورة المعاناة هشوفت عينك القديمة تفلشت يعني وماك واحد دائر باله عليها وأن العالم نازحين اللي بالأيسر مأجر لبيات ب350 ما يقدر على المعيشة يعني السمين راح يجيبون هما لا شغل لا عمل لا مي لا كهرباء أنا هشوفت أنا كالقديمة يعني ماكو أحد ماكو مسؤول جاناشد يعني أنه يطلع عن أمور العالم يشوف العالم مش عدهم ما عدهم العالم فنت حظه تشوف البيوت شوف شون مفلشة يعني هشوف هناك المستوصفات المدارس والله لاكو لاكو مستوصفات لاكو مدارس لاكو عيادة طبية تيجي تفتر على بيوتكو هنا كم عائلة سكنة ما يقدرون لا شغل لا عمل ما يقدرون على الإيجار جاي يشتغلون هنا بيومي 2003 ألف دينار يعني يعيش عائلته ويروح وديهم على المستشفى لو وديهم وين يوديهم احنا من منطقة راس الكور المنطقة القديمة زين أخويا والمنطقة مدمرة كامل يعني ما اكو أي خدمات بيها ما اكو زين لا مدارس لا مستوصفات لا كشي لالله خلاقهم ويجي تجي الحكومة ويقولون راح ننظف ينظفون ينظفون الشارع العام على الشارع العام ينظفون والفروع ما يفوتون بيها يجي يفوت فات نص الفرع وعافوا هذا جامعة بكرة فندي أنا بيتي وراء جامعة بكرة فندي أبد ما حد نظف بس يم الجامعة وعافوها لا نطيق نفوت على بيوتنا لا أبد أشهر راح نيجي بيوتنا راحت يعني لا عدنا أي شي بالبيت كل مشعولة زين أخويا وهي المنطقة القديمة براس الكور براس الكور هنا التنانير والله المدارس هنا ما اكو المستوصفات ما اكو هنا كل شي ما اكو بس أكو خدمات ضعيفة خدمات موجودة بس ضعيفة الخدمات يجي براس أس عادة داعك فرعي 27 بيت هس عادة الفرع يمكنها يميت واحد المحافظ وجاء هذا العبار وجاء المشهداني وجيت منظمات بنتوس والله حتى بوسم أقول له بس هذا الفرع إحنا 27 بيت نريد نرجع داعك علي يس عشوف أس عصوره جاء أخذ له خمسة متار من الشارع والفرع مثل ما هو مثل ما لا تطيق تفوت بلوكاي لا تطيق تفوت جلس وهاي دحق أس عادة البيت عمرنان وبيت ولد يعني عم الحجي دي نار محا الصرف كله من عنده الله وكيل خلي نصرف من عندنا بس خلي نصفون الفروق ومنطق نطلعها المشكلة ما شغل الدنبر ودمبرين يعني أس عادة فرع السعين قادلو أربعمائة دنبر أربع بيوت خمس يكن ضابط من الطيارة يعني إذا ما شغلت دولة وأنا من ناحية أنا والله أنا لو ما أنتم ما أطلبها يعني أكون مثل يقول لا تطلب الحاجي من عبد أطلبها من سيد إحنا نطلب من الأمريكان سادتهم لأمريكان أذولي يعني والله سادتهم لأمريكان والله أنا بالنسبة لي ما ناشد أي حكومة عراقية ناشد المنظمات الدولية ناشد كم أنتم الخيرين ناشد الدول الأجنبية ما ناشد دولة عربية ولا ناشد دولة إسلامية دول أمريكان بريطانية هذول يعملون شغل الحكومة العراقية نهائيا والله منظمات تجي وعدني والله ميت مرة أبووسه والله يخليك بس هالفرع نتحول والله نوكي جارات والله ما عاللحق والله العظيم عنا الدين والله العظيم تعبانين والله بس هوني شغلنا كله يجي ايه بعد خمسة يام بعد ست يام بعد اسبوع يروح الله وكير ما نخشعه بعد الشاغين هاي قبل الانتخابات يومي خمسين واحد مرشح أشعدكم والله الشارع ما يخلق يجي وزع فلوس اللي يجي بمساعدات انتخبوني اخشع بس انتهت ما الاشي اسمه حرام ما هاي شاغ من خلصة لحد ما فات واحد من المرشحين أبد ولا اخشع انه بشر يعني المنظمات القطرية تيجي هم هم تيجي وغم نفس الشي ماكو ماكو على أقل لك السعادة فرع نالله وكيل هس اسا جبت واسا الحجي جبت وحده بمنظمة هسا تبوزت بينه الله يخليك قال لي والله قلت له لا بس لا توعودونا قال ان شاء الله كم يوم ودنه شعب قد ادعق الحجر من هوني ومن جوا من الشارع وما عدنا امكاني يعني نقادلة اربع خمس ملايين بس انقاض ما عدنا امكاني يعني كلنا والله كلنا حكومة بغداد وصلوكم لهالمنطقة أبد 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 حتى اذا وصلوا ما عملوا شي يعني حتى اذا وصلوا اش عملوا يعني هاي الشوارع على قل لك بدجوا نوضفه البلدية المحافظة يعني العدل والله الرجل انا معه في شتغل يعني احسن من غيروه اشتغل يعني جاب سيارات واشتغلوا ويعني الرجل أحسن أحسن من غيوب كثير وجدت منظمات تمام خلف الله عليها منظموا فروع المشاهدة وما مشاهدة وفاتوا بيها واشتغلوا هاي محلة المقابرين اليهود هاي باب النبي بس هوني نهائيا أينوا تقولوا يقول لك والله ما معلوم يهدي عملوا أغض يهدي شيلوها ناس تقول ما تنسكن ناس تقول دي أخذوا الحكومة ناس تقول ما بيوعها وكل من يحكي شكل وهاي الله وكيل أربعة تشغل هسه هوني يكون بيت قيعد دحق ذاك البيت قيعد يعني خطي من الجبر بيتين هذا بيت منتهي يعني فلش قيعد سيكن بينه هسه هوني الشارع بيتين رجعوا ما عندهم يعني ما عندهم والله العظيم والله العظيم غرض ما عندهم العالم أنا جيب لهم بطاني الله وإحنا فوق مضرتنا يعني هسه بيتين على الشارع قاعدين بس عائلتين هو واطفال وهذا الدليل على شنو يعني معلمات يدلوا أنت يعني كرجل حالتك تعبان تقدم مساعدة حي أشي عمل أشي عمل ما يتخلي يعني يجي خلي محتاج أشي عمل له وعنا عندي غرض وني ببيتي ما كنشالو تعاشل يعني والله بيت أخوي ثلاجي برات تعالخذه أخوي تعالخذه أشي عمل له أنه دي تحول أنا ماذا أتحول هوني ما يخلك طلعة أجيبه للشرطة لبيت قلول يابا هذه البانكا هذه البانكا ما لي هذا بيتي وخف لي يعني دغيد بس طلعها وعندي كتاب عودة يابا محتاجه هوني دغيدة طلع يقلي لا يا ابا عاف اجيب لي كتاب رسمي وثت شغدشي اللي بطانيات ده تغطى بيهم يعني ما تعف الشرطة من جهة والاستخبارات من جهة يجي انسان طيب مثل الشرواكم يقل لي حج يخذ يجي اللاخ يقلب اسعني السعفتنا اي صاني ثت شغل السعف وقف اللي يجيب الهويات يا ابا هوني بيتنا هذا العام ما تعف يقول لي عاف نطول الهويات يجي غيرنا يفوت بلا هذا يبدل هذا الحرس يجي غير حرس ادم نوادم يقل لك فوت حجي فوت عمر فوت وهل على الحالي والله العظيم اسع ماطيقة تطلع لك يعني بطانية بطانية اسع من البيت لتطلعها ياخذها منك الشرطة ياخذها زيتها ويعني بكل وقع حيش زيتها يشعلها هاكذا ان شاء الله يعني حاليا اذا تدير الكاميرا ماليتيك ورايا على يمينة او على يسار راح تشوف دمار رغم هذا الدمار سكان المدينة القديمة يريدون يرجعون على ابيوتهم لانه ادمروا بالجانب الايسر والحكومة المحلية ما شافوا منها اي خدمات ولو جزء من الخدمات يعني ابسط الخدمات الموجودة لطالب المواطن من الحكومة هي الماء والكهرباء لحدنا الماء او التبليط بالجانب الايمن والمدينة القديمة ماكو شونو السبب وشونو اللي ايصير محود ما يعرف احنا من خلال هاي الوكالة الناشد الناس او الناشد الحكومة المحلية ان نتسلط الاضواع على المدينة القديمة يعني هي مدينة ابسط شي انو المدينة مانكوبة ومحود ما اعلانه مانكوبة زيان الى سjanه الى متى هاي المدينة هي المدينة رتتعمر يعني ليسا تفر الكاميرا مالك ل Titic راح تشوفوا الدمارzony realizing رغم هذا الدمار العالم الطريق تريد ترجع زيان الحكومة وين شنو الشي اللي قدمته الحكومة المحلية شنو الشي اللي قدمت احنا اريد بس اعرف انا اريد بس اسأل السؤال للحكومة شنو الشي اللي قدمت المدارس بالنسبة للمدارس يعني اكو مدرسة هنا مدرسة حفصة المدرسة مدمرة متطوعين بدأوا بترميمها وحاليا الناس انه من يرجعون ان شاء الله ستبتح هذه المدرسة بالنسبة للمستشفيات المستصفات ماكو نهائيا يعني اذا الناس راح ترجع هنا ابسط ما يكون انه عندهم اولاد يعني ما معقولة ما يحتاجون المستوصف او المستشفى زين هذا اذا صارت عنده حالة طارية وين يروح والمدينة مقطوعة وبالذات المدينة القديمة يعني اذا تجي تصور هنا بالليل اش راح يصير بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد محمد وعلى صحبه وسلم نحن الآن في منطقة سكور ودجة باركا هذه المنطقة المنكوبة التي عانت ما عانت من ويلات الحرب وعمليات الحربية في هذه المنطقة هذه المنطقة كانت مأهولة بالسكان دخلت الفرقة الطوعية في هذه المنطقة منذ شهر شباط 2018 استطعنا رفع الجثث وفتح السواتر التي كانت تغلق المنطقة وكذلك رفع اكثر من 3000 هيكل للسيارات محترقة وتجميعها في منطقة سميناها بمقبرة السيارات تحت الجسر الخامس العمل لا زال مستمر في هذه المنطقة استطعنا تنظيف هذه المنطقة من الجثث المتفسخة للدوائش تظهر عودة المواطنين بعد تأمين الآبار الآبار المياه للتوازية وكذلك تأمين خط طوارق من التيار الكهربائي من المتوقع أن تعود أكثر من 100 عائلة إلى هذه المنطقة المنكوبة وكل هذه الأعمال بجهد متواضع من قبل الناس الطيبين الشعفاء من أهل الموصل جزاكم الله وكل خير نحن حالياً في منطقة رأس الكور ودكة برقة وسوق الشعارين نتيجة العمليات العسكرية المنطقة مدمرة ومنكوبة عبارة عن أنقاض وسيارات محترقة وجثث في الأنقاض وصعوبة الرجوع إليها ولكن بجهود الخيرين المتبرعين تمكنوا من رفع الأنقاض والسيارات والجثث وحالياً عادت عدة عوائل تنعد بالأصابع فالناس كثيرون يريدون أن يرجعون إلى المنطقة ولكن لا يوجد خدمات الحكومة المحلية والمركزية بعيدة كل البعد عن تقديم تقديم أي خدمات للمنطقة المنكوبة ولكن بجهود الخيرين وبجهود أهلها تمكنوا بضعة عوائل من الرجوع إلى المنطقة المنطقة الناس يريدون أن يرجعون إلى دورهم فكيف يرجعون إذا لا يوجد خدمات يوجد آبار ارتوازية حفرها المتبرعون جزاهم الله خير وبارك الله بهم والكهرباء الوطنية وصلت بس يعني المنطقة مدمرة إذا ما جهد كبير من الحكومة لبناء دورهم أو تقديم مساعدة للعوائل المنكوبة لا يمكن الرجوع عليها وشكرا بسم الله الرحمن الرحيم أنا أحد الراجعين من منطقة راس الكور رجعت عائلتي يوم 28 خمسة إلى داري بعد أن قمت بترميم الدار بشغلات بسيطة ولكن ننطالب من الحكومة المحلية والحكومة المركزية بإرجاع تيار الكهربائي تيار الكهربائي يبعد عن البيت ما يقارب خمسمائة متر تيار كهربائي ما للطوارئ خمسمائة متر يبعد عن البيت آبار ارتوازية الناس الذي المشكورين عليها حفرة لا بالتوازي ولكن اذا كهرباء ماكوا بير حفروا كهرب ماكوا شون طلعوا مايبه لكهرب جيب موليدة موليدة ما عدنا احنا امكانية نكتري موليدات احنا راجعين هستها مثل ما يقولون راجعين منظام العلاء رأسنا رجعنا فانريد من الحكومة المحلية توليد التيار الكهرباء يتوصيله للمنطقة منطقة رأس الكور هسه قرب جامع عبدالله قاني هستها ساكن نحنا عائلتين ساكنين هستها صارت ثلاثة ايام من جينا خلف الله عليها المنظمات الذي يجونا وطلعوا كشف على البيت وسجلوا الاضرار وقدموا ما قدموا من المساعدات مشكورين عليها بس يعني كيف حياة بدون ماء بدون كهرباء فاحنا نطالب الحكومة المحلية والحكومة المركزية تجي زيارة ادنا على البيت انا بالنسبة لي بيتي يم جامع عبدالله باك المفرزة ما لشرطة يجوون بس قلوا ببيت ابو نجدا يجوبون يزالون عندي ضيف مكرمين عندي بالبيت ويشوفون المعاناة الذي احنا عنا عاني ما عنده انا احد الساكنين هستها انا وزوجتي وعندي طفل عمره ثلاث سنوات عايشين منطقة رأس الكور اول عائلة انا رجعت بمنطقة رأس الكور اول عائلة رجعت وحاليا ساكن بالبيت وكل من يسمع صوتي يقول ما ساكن خلي يجي علي بالبيت خلي يجي يشوفني شون اشوف عوضة الناس المنطقة يعني الناس رجع الناس يوميا انا يجوني عشرات العوائل يجون عندي عالبيت ويجوني يشوفون الوضعية ويقولون احنا راح نرجع ولكن بس وفر ماي وكهرباء بس الماء ماء والكهرباء انت انا هستان اضمن لك عوائل ترجع وفر ماي وكهرباء وانت لك عوائل انا يجيب لك كل الناس بيوتا تريد ترجع عليها تريد ترجع على الحياة الطبيعية أنا سيدي عندي محلي راح أفتحه شمي يوم اللي أخبسي إذا توفرت الخدمات المحل إذا مفتح الجامع إذا مفتح المدرسة إذا مفتحت عالم ترجع على حياة الطبيعية نطوية صفحة داعش خلي نطوية للأبد صفحة داعش نطوية للأبد شو نطوية للأبد أنت رجع العالم على حياة طبيعية رجع المدارس رجع الجوامع رجع المحلات رجع أبو الفرن ما لصمون إذا إذا رجع تريد العالم ترجع لما ترجع كلها رح ترجع ولكن إيد وحدة ما أتصفق نحن ريد الحكومة المحلية يتعاونوا معنا حتى نقدر نمشي العجلة ولي قدامه وترجع لعالم البيوتة احنا لا نريد كل شيء منهم الريد يجب أن نرجع نحن تبهدلون بالإجارات حاليا الماء والكهرباء وهم يمشي الماء وعودة الناس رجعت إلى بيوتها والله احنا لكل ترجع بس لاكو الخدمات ماء كهرب ماكو كشي كشي ماكو لا مستوصفات لا مدارس لا ماء لا كهرب لا سوق لا معيشة واحد عليش يرجع المسؤولي والله لاحد عايي يجي يجي يعني نحكو إياهم يقولوا ما يخالف ما اليوم باتر ما باتر عقبو وليسا كشي ما نحن من قديمة تعباني نورنا كل الناس تعباني لا ماء لا كهرب ولا مسؤولي جعليني يزورنا خائر علينا خدمات ماكو والله خوية خدمات ماكو ولا مسؤول ما جانا تعيش انت وأنا منطقة قديمة أهلي راحة بالقصف هنا الله يقول لحزارني أنا بلا بيت حرام نايمي بالشوارع واذا عندي هذه المنطقة كانت لا تسكن من الانقاض الموجودة والجثث والسيارات المحلوقة التابعة للدواعش فالحمد لله بدينا بحملة من تقريبا من شهر الثالث بجهود الناس الخيرين من أهل الموصل قمنا برفع الانقاض تقريبا حملة طولت بحدود الشهر مع حجي أكثر من شهر طولت أكثر من شهر حملة بديناها مع دكتور عدل عباسي كان فاتحة خير المنطقة من بعدها تقين بالأخ حاج هانم أبو يمان والأخ حاج لازم أبو زيد ولازال أنا متواصل معاهم وقمنا بتنظيف المنطقة تقريبا ما يقارب الآلاف الأطناع من الأنقاض والسيارات المحلوقة يعني هذه المنطقة تشوفوها هذا مدخل جامعا هذا الانقاض اللي كانت موجودة أبحلو أبحلو تقريبا أكثر من ثمتار الجثث والسيارات المحلوقة إلى حد نهاية هذا الفرع وفرع اللي مقابل من جهة اللخ فالحمد لله أنه بجهود الخيرين الطيبين من أهل الموصل قمنا بالتنظيف وحاليا المنطقة مسكونة من قبل العوائل ما يقارب الأربعة عشر حاليا ساكنة بالمنطقة وناس خيرين أيضا قاموا بحفر الأبار والحياة تدريجيا تعود يعني فضل من الله ويوجود الخدمات الماء والكهرباء لحد الآن هاي الأمور صفر صفر هاي الأمور نحن نطالب قبل كل شي هو هذا لازم إحنا شراءة المنظمات والخيرين هاي مادة وجرح رجل على إمكان يوتوب بس ما مثل ما إمكانية الدولة هاي الأمور الكهرباء الماء المستجفيات المدارس هذه شراءة الحكومة فإحنا نطالب أول شي من الحكومة المركزية من بعد الحكومة المحلية وعلى رأس المحافظ لأنه يعتبر هو الراعي هذا من بعد الله سبحانه وتعالى المحافظ هو المسؤول على هاي الرعية فهذه منطقة منكوبة يعني منكوبة بمعنى الكلمة لكنه الحمد لله الله جهود الخيرين أن عادت الحياة إلى هاي المنطقة فهذا نطالب يعني أسه عدنا ما يبياره وعن جهودنا ومولدات وعن فانزين لكنه مثل ما منت بيتك من يجيك مي حلو مو مثل ما يبير وعن عاني بالطبع عن عاني مي حلو بالتناكر تيجي إلى أول أول بارح وصلت عندنا منظمة من هلال الأحمر بالطبع بعد اتصال معام أنه عرفوا أنه المنطقة مسكونة جوا على بيتي جوا على بيتي فهذا الساعة إذا وديك على البيت كتبوا رقعة الهلال الأحمر والناس أخذوا معلومات من عندي وقالوا راح أنجازكم بتانكيات مالما ومستلزمات يعني شغلات اللي تابعيها الأحمر حجي هل لكم يعني لديكم زيارات من بغداد يعني من الحكومة من الحكومة بغداد يعني كمسؤولي لا حد لها ما حد جانا شغلات النسبة الدمار هنا بالأيمان الموصل تقصد على منطقتنا هنا هذه احنا منطقة دكت برقع عبدخوب هاي المنطقة لسه أنت واقف بيها يعني نسبة الدمار بيها ما يتجاوز العشي 25% هاي يعني نرجع شوف يعني بيها كمبيات اللي مضررين مدرسة اللي بظهرنا صفر واقعة مدرسة الوليد نحن بحاجة لمدرسة نحن الحال هو سبب يعاقت العودة أولا المدارس اللي هما ساكنين بالأيسر والمدارس تعرف ما ماكو مدارس يعني ما عدوما صفر المدارس فنطالب أنه همشي مدرس الوليد يعني إما يجون يسووها قاعي يعدلوها ويحطونا نظام الكاربانات تمشي يتأمر والماء والكهرباء الكهرباء عدنا رجل يعني متكلف بيها الرجل حج غانم الرجل أول باع التصر بيها وهس عمدوا كيبل على الفاروق وقدم الطلباني والتقيت بهندس عمال الشيخ وإن شاء الله وعدونا أنه إن شاء الله الكهرباء يصل والماء نطلع الشغل ضعيف أهل الموصل لازال الحمد لله موجودة التواصل موجود يعني يجون يسألون الناس الفقرة الأيتام مساعدات لكنه من جانب الحكومة لا والله لحدنا الحكومة والله ماشي حدا هاي الحملة اللي عجع شوفه بدأت قبل شهر تقريبا بدأ بيها المحافظة الوحيد الوحيد من المسؤولين داخل المنطقة المحافظة الموصل فقط المحافظة جازة على المنطقة هذه قبل خمس واحد أيار بالضبط واحد أيار واحد أيار عيد العمال المحافظة جاني أنا فوق جاء أشتغل معايد نابر عن نظف فوقه في يمي قلت له أنت أول مسؤول من المحافظة طبعي البنطقة هذا قبل الانتخابات قبل الانتخابات كان لكم زيارات المرشحين نعم 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 وما لم أستمنوا خير حاليا يعني هل زارتوا بعد الانتخابات ما كواعدنا تواصل مع شخص واحد وهو نحسي لك واقع حال الرجل حاج غانم هذا كان مرشح وما فاز هو الرجل لكنه لا زال مستمر بتعاونه مع المنطقة شكرا جزيلا أنا ممنون بسم الله الرحمن الرحيم هذه منطقة عبد الخوب بالموصل القديمة هذه من آخر المناطق اللي اتحررت بالموصل القديمة يوم ستة سبعة الفين وسبعة عشر وبعد التحرير استمرت سبعة ثمانتشور الأنقاض والجثاث والروائح والأمراض وأي مسؤول وأي حكومة ما حاجة ولا حد بيّن بيّن كم مسؤول قبل الانتخابات والشغلة معروفة دعاية انتخابية نظف شوية بعد الانتخابات ما حد بيّن باستثناء مرشح غانم صديق هذا الرجل استمر يتواصل معنا بالمنطقة والبنائحة الحاجة بالمناسبة يشهد الله أنه هذا الرجل يوم اللي جاء على المنطقة وخلى بصمة بالمنطقة يشهد الله ما نعبوه ومرشح ما نعبوه ومرشح لكنه إنسان خير يعني قدم خدمة للمنطقة احنا احنا تكلمنا جثير يعني بالإعلام عدة قنوات جاءت وصلنا الصوت يعني المساعدات والتبرعات عن طريق إما منظمة أهلية وإما الخيرين أبناء المدينة الخلاصة مع الموضوع عوايق الرجعة للناس هنا تتمثل بالمدارس مدارس ماكو مستوصف ماكو الساعة الآن الساعة 15 بيت راجعين وراء العيد الناس متهيئة للعودة لأن الإجارات بالأيسر أثقلت كاهلهم إذا عادوا هنا وين يسجلون أولادهم إذا تمرض أحد حالة طارية مع العلم نحن نبعد ألف متر عن المجمع الطبي مجمع الشفاء طبي جمهوري والعام وليسع موعودين بمستشفى ميداني والعذبة ومعرفيش وكله كلام حبر على ورق كهرب لحد الآن ما وصل وعود بطيئة جدا المية هذا قدامكم دير الكاميرا هذا البير أكو واحد بالقرن الواحد وعشرين يعتمد على البير إحنا مدينة مدينة خير بلد خير فإحنا نطالب ما أطالب الحكومة أطالب الخيرين من أهل هذا البلد يعني على حسابهم على أثرياء من البلد يمدون خط إسالة للناس والعايق الأكبر هو الترميم فلا يوجد بيت هنا في المنطقة إذا ما بي أضرار خمسة بالمية عشرة بالمية يجدنا صور حظر لك صور يا أخي احنا نريد شيء ملموس يعني هذا حشتامر هذا بيانت السعيد أصور ما عنده إمكانية هذا حيط ما لولي يسوي هذا أشوف هذه الوراك هذا سواله باب هذا الرجل اللي أشوفه الله يشهد يريد يرجع على بيته ما يروح له مبلغ مئتين ألف عنده استارة وشغلات ما عنده هذا رجل مقابيلة هذا بيته هذا البلوك ما لولي مستوط ما عنده إمكانية يجيب له كمينته يعني إذا الحكومة ما تندار على هاي الأمور زحمة يعني سووا معاملات سووا سووا فايل جاءت منظمة جاء أفلان أنا جاني شخص دكتورة من أربيل مسؤولة عن منظمة إيطالية ماذي بلشيكية وجاني شخص صوروا صورنا بيوت وسند البيت مصور واخذت وما بين شي لحد يعني هو المناشدة هذه الأمور إذا ما الحكومة تكون لها بصمة قوية ولا نعتمد على المنظمات زحمة نعتمد على المتبرع المتبرع يجي يعاونك بشي بسيط عن إمكانية لكن هذا جود حكومة الحكومة إذا ما تخلي بصمة وتخلي يدب هاي الأمور زحمة يعني إحنا أشل الناس اللي أشلق ترفت من ذنب الناس هذه مصير يعني نحمد الله ونشكره اللي أهم البلد لازالكو بيه خيرين ناس خيرين اللي يوقف معنا عاونونا نفقنا ليش ما استغلوا الدعاء الانتخابية هينهم يعني جاء كم شخص بس وزع مواد ومشاء ما نريد مواد نريد يعيدون هاي البيوت إحنا بلد غني يعني ما صومال إحنا العراق هذا يجون يعمرون للناس يرجعون لهم يرجعون لهم هيبتهم وكرامتهم هذا بلد حارب إرهاب عالمي طردوا فلت على بنا ما يقدر كان برمين النفط ميزانية ب 42 دولار حتى لو الميزانية ما للمنطقة هسا برمين النفط ب 77 دولار الفرق هذا بس ما الفرق ما هذا بالمليارات ويني ويني بس الرفتان أخويا نشكركم جزاكم الله خير الأستاذ حيدر العبادي رئيس الوزراء خلي يسمع هاي المنطقة خلي يشوف خلي يشوف فرق الميزانية هسته وينه ونطلب من الله التوفيق والستر ونشكر كل من إنه ويضع بصمة لإنقاذ هاي الناس وليعمار هاي البيوت ودعم هاي الناس الفقراء اللي موجودة في هذه المنطقة الموصل المنكوبة عامة أنا ما ركز على هذه المنطقة فقط بس الموصل القديمة بالذات هسا عدنا بيوت احنا مانع في مصيرنا بيوتنا عدنا السعب الشهوان احنا هسا عم ننتظر ان شاء الله وراء العيد لازم نسوينا حملة احنا بيوت انا فرع واحد عندي ست بيوت مال اهالي وبيت عنامي قاع ننزل جوه خدمات ما ويقولون والله هاي اليد الحكومة كو وضعت اليد عليها ما احد يعرف الى متى احنا هاي بيوت نتواصل بنقليها كل بيوت حقهم مجانور ثلاثمائة مليون راحة صارت قاع قاع صارت وين ما نعرف بصير هاي البيوت الشوان ما نعرف هاي من الشهوان تبسكها الى الميدان كلها قاع يقولون الحكومة وضعت اليد ممنوع احد يبني ممنوع احد ينزل ممنوع كذا ما نعرف مصير هاي البيوت العوالي وصف راحصرهم هاي بيوت وصف المن راحصر المن راحصر هذه والله ما معلوم شركات ما معلوم اش وقت عوضوا للناس يا با امننا بالله خلي تيجي الشركات خلي تاخذ الاسمو امننا بالقدر راحة البيوت عزيز علينا لكن ما يطلع بيدنا شي راحة بحث خلي عوضونا ونطونا فلوسو ثيامان لا كل شي قاعد مكانه ونشكركم شكرا جزيل مسلمون في توادهم وتراحمهم كل بنيان المخصوص يشدوا بعضه وبعضه انا نريد كلام بإثبات بالأقوال ما يفيدنا بس ريد احنا بالأفعال ومن يدعي ان الموصل عزيزة عليه خلي يثبت اذا يدعي اهل الموصل عزيزة خليه يثبت العراق كله جسد الموصل ما ريد ابالغه اقول هي لؤلؤة العراق بس خلي نقول عضو من اعضاء هذا الجسد اما عين واما قلب احد احاسيس هذا الجسس الجسد من يتداعى عضو من عنده كل جسد يسهر له طول الليل بالحمة يحم عليه خلي نحس بالحمة والحنان حمة الحنان ما وصلت هاي الحمة والحنان ما وصلت اقوال وليست افعال اقوال وليست افعال كصرخة في وادي اسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي نريد حياتهم ترفع من شأنهم وشأننا ما حياة ذل العسود هم تنزل وتنحط بالسيرك بالاقباص نحن ما ريد اسود بالاقباص نحن نريد اسود محترمة بعريننا وكل اللي اسد بعرينه وقيمته ما ينحط بالقباص والله يقول عندي اسود انا لا هذا ما اسود هذه اسود مذلولة نحن ما ريد اسود مذلولة ريد اسود في عرينة تكون حيما للوطن كله لكل المحافظات هاي نينوها قاتلة تحمى جنودها وابطالها ما ريد برقبتهم ديين كل العراق برقبته ديين الموصل دافعت عن العراق كله عن كل العراق قضت شهداء ايام ايام على التاريخ ما اتكلم بالحرب المعاصرة على الحروب القديمة على مدى التاريخ الموصل كانت هي بواب صدة الغزاة كانوا صد الغزاة حتى لا يقتحمون العراق خابقت حماهولاكو مية مثل موالاكو تسعة وتسعين منهم صدت الموصل الله يخليك فارحموا في العرض ارحمكم من في السماء واذا ما تقدرون عليها اتمصلوا منها قلوا ما نقدر موعب لا يكلف الله نفسا الا وسعها اذا ما قادرين عليها جوزوا منها لا تحملوا نمانية بالكلام ارجوك وانا جزاك الله خير ممنون يابا نحن منطقة القديمة اريد ختمات من هالوجوه الطيبة من المسؤولين يعني لا ختمات لا ومي صالح للشرب يعني علاقة اللي يجيبونا مي صالح للشرب هالعوائل لا عنده بيت لا عنده شي لا كهرب يعني الشون الواحد الشون الواحد يعني نحن طالعين ميتين من الجوع لا اكل لا شرب تجي المساعدات توزع على الشارع والعالم العوائل الفقيرة محن ما يجي يقول لها يا ابا تعالوا دق الباب على بيت بيت يا ابا هاي السلة يا أخو والله العالم ماتت من الجوع يعني نحن هنا منظم نازين فزعة لتنظيف المنطقة القديمة والله بضع حال موزين هنا واحد يشتغل بالحيد ما تعرف طاق عليك عبوه صاروخي طاق عليك ماطاك دواء حاشي ديانا يقضبونه يكتلونه ما حادي عارف شنو ما صير طالعين من الصباح إلى المقرب ما تجيب النغ ما أطلع الحديد في 2000 دينار يعني شغلة مات واحد مصدر عائلته يعني من جوا الدواعج فلشوا بيوتنا ووجموا بيوتنا وولنا وتورطوا كثير عالم وشغل طالعب اليوم يا أنت هنا والله الفئر 2000 دينار أنت مصدرت عائتك من بلص عائل تات حيل يعني البيوت المهجرين جينا والله البيت مفحم حتى قاع صخمان وقعدنا به طلبنا النقود نحنا هنا هنا عشنا يعني صار نسينا هنا وين هنا بيا منطقة يمكن يم الكنيسة بالشهوان هنا نحنا قعدنا أي ولبيتنا نحنا بالدورة ما الحماميل براس الجادة بيته وابويا وقعدنا به شونا شوفين الناس اليوم شونا شوفين المعيشة لا الحمد لله هاي الأمانة عن نطلع نشوف وجوهكم الطيبة والخيرة الحمد لله نقول يعني أنكم ماء وخدمات وكهرباتكم يمنى لحنا غادي لا والله هنا ما أكوش لا ماء لا كهرب والله كهرب ما أكو والله بس عايشين على المولدة والله والذبان والبق من الريحة من الفطيسة اليمنى كلتها ذولتها نكتشية والدكاكين غادي سيافة كلها ميتين بيها جثث مش شارع جثث مالتهم والله حتى مقاحفين وفحم ورحنا والله نظفنانا أودا وقعدنا بيها والله كلهم فحم والله العظيم عدد المتوقع للجثث سواء ضحايا العمليات العسكرية أو جثث واعش كنا يتوقع العدد يصل إلى 12 ألف جثة الجثث عادة أما تكون ظاهرة للعيان أو أن هذه الجثث تكون ما بين الأنقاض نتيجة القصف المدفعي أو القصف الطائرات أو القصف عن بعد كل هذا جعل ملف الجثث من أكبر الملفات وأهمها ويجب التعاون أو المساعدة لغلق هذه الملفات أمر الديواني السيد رئيس الوزراء الموقع بتشكيل أهم فريق عمل وفريق الدفاع المدني من بغداد برئاسة اللواء كاظم الذي حضر إلى هذه المنطقة وطلع على واقعها وتدخل هذا الفريق بكل جدية خلال فترة تقريبا 15 يوم استطاع انتشال أكثر من 3000 جثة يعني عدد الجثث التي انتشلها من على ظرفة نهر دجلة بحدود 1168 جثة بقاء هذه الجثث في هذه المنطقة وما بين الأنقاض يمنع المواطنين من عودتهم إلى دورهم وكذلك بقاءهم يؤدي يعني فترة بقاءهم الطويلة يؤدي إلى ظهور كارثة بيئية ويظهور الوباء والأمراض مثل مرض الطاعون الحمد لله الأمور ماشية بالاتجاه الصحية بالنسبة للخدمات الخدمات ضعيفة جدا ولولا وجود الجهد التطوعي من مواطنين من أهل الموصل والجمعيات الخيرية التي قامت في فتح وتعبيد وفتح الطرق وتنظيفها من الأنقاض وكذلك تأمين المياه مياه الشرب لأجل سد حاجات الإنسان الاعتيادية واليومية نحن منطقة الكوازين منطقة رأس الكور منطقة الإقليعات منطقة الميدان التي عانت معاناة التي مرت بها حرب شرسة أدت إلى تدمير المنطقة منطقة الإقليعات ورأس الكوري إلى تدمير شامل من كافة البناء التحتية والبيوت والسيارات والعمارات والماء والكهرباء لحيث لا بقى لنا كل شيء أنه من مقاومات الحياة نحن حاليا هسع نطالب الحكومة المركزية وعلى رأسها السيد العبادي أو الحكومة المحلية على رأسها السيد المحافظ في رفع الأنقاض والجثث ويعني هس حاليا ما بقى عندنا تقريبا إلا فقط أنه نطلب منعدكم الماء والكهرباء ونشكر جهودكم الجبارة على ما بذلتموه وشكرا جزيلا موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة